اكد سعادة السيد احمد بن زايد الزايد رئيس ديوان الخدمة المدنية بان الديوان قد اعتمد صرف العلاوة الدورية السنوية للموظفين المستحقين لها اعتبارا من الاول من يناير 2017 والتي سيتم صرفها ضمن رواتب شهر يناير الجاري وذلك تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله من خلال ترأس سموه جلسة مجلس الوزراء اليوم واضح سيد احمد بن زايد زايد بانه قد تقرر تصرف العلاوة الدورية السنوية والمستحقة في شهر يناير 2017 لجميع الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وكذلك الموظفين بجميع الجهات الحكومية التي تنظم شؤون موظفيها لوائح خاصة بما فيها تلك التي لم تخضع بعد لانظمة الخدمة المدنية وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية بانه يمنح موظفيها الحكومة العلاوة الدورية السنوية بحيث لا يتجاوز بها نهاية مربوط درجته وفقا للشروط والضوابط المعتمدة في قانون ولوائح الخدمة المدنية واللوائح الخاصة بعدد من الجهات الحكومية